زي ما تكلمنا في بداية الحلقة في مداخلة دكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية عن أن النهاردة 23 إبريل العالم بيحتفل باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف وده تاريخ رمزي في عالم الأدب العالمي لأنه بيصادف ذكرى وفاة عدد من الأدباء المرموقين زي طبعاً الكبير أو العظيم ويليام شيكسبير وكمان ميجل دي سيرفانتس عشان كده كان من الطبيعي أن تخصص اليوناسكو يوم 23 إبريل لإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي ما فيه شك أن هي صناعة صناعة الكتب دي صناعة مهمة جداً جداً وبتؤثر وأطرافها عديدة سواء في دعم المؤلف أو زيادة عدد القراء الكتاب وحقوق المؤلف بيواجهوا العديد من التحديات في هذا العصر كل هذه التفاصيل هيكلمنا عنها دلوقتي ضفنا الكاتب الصحفي الأستاذ وائل السمري اللي بنوارنا في صباح الخير يا مصري يا أستاذ وائل صباح الخير عليك صباح الخير يا أستاذ محمد صباح خير يا أستاذ بسانت صباح خير عليك وعلى كل المشاهدين وإن شاء الله يعني احتفال جميل باليوم العالمي للكتاب ويكون مسمر ويكون دافع للأمام في مزيد من الثقافة طيب لو هنتكلم في البداية عن أهمية الاحتفال بهذا اليوم أنا وجهة نظري أن الكتاب هو قيمة في حد ذاته ففكرة الاحتفاء بالكتاب هو يعني احتفاء بالقيمة التي يبثوها هذا الكتاب الأمم المتحدة دايما بترعى بعض القيم الاجتماعية والقيم الإنسانية والقيم الثقافية بشكل كبير منها بتخصص لها يوم محدد في كل سنة اليوم ده بنشوف أنه هو يوم ينطفد العالم كله من أجل رعاية هذه القيمة فبنشوف مثلا يوم العالمي للأب اليوم العالمي للأم اليوم العالمي للكتاب اليوم العالمي للمرأة يوم عالمي للمرأة يوم عالمي للمرأة هم موجود في كل اللي فهكذا بنقدر نخلد هذه القيمة في الأزهان ونقدر كل فترة نسأل نفسنا ماذا سنقدم جديدا لرعاية هذه القيمة والحفاظ عليها أظن أن التحديات كبيرة جدا فيما يتعلق بالكتاب في هذا التوقيت بالذات لأن إحنا عندنا مجتمع بيتغير بشكل كبير عندنا طرق استهلاك بتتغير بشكل كبير عندنا تحديات كبيرة جدا جدا في السلوك الإنساني اليومي المعتاد بيتغير عندنا كمان الميديا اللي احنا متعودين عليها او الوسيط اللي بين لنا الأشياء بيتغير في كل الحاجات احنا دلوقتي احنا معظم حاجاتنا بنجيبها دليفري معظم حاجات الكورساب بناخدها أونلاين وهكذا فالوصائب بتتغير فالتحديات كبيرة والمفروض يحصل عشان نواكب هذه التحديات ونقدر ان احنا نفضل طول الوقت محافظين على هذه القيمة كبيرة جدا جدا يعني احنا نتكلم عن التحديات دي كلها بالتفصيل لكن انا عايز اتكلم عن تحديات اللي بتقابل يمكن دور النشر يعني النهار ده بقى فيه دايما بدايل للكتب الورقية يعني بقى بتتبع في متاجر أونلاين ناس كتيرة بقى بتستسل فكرة ان انا اقرأ الكتاب على التاب او على الايباد انا في وجهة نظري انه ما فيش حاجة بتضاهي فكرة الورقة ان انا بقى اقرأ كتاب وعلم عليه او اتني الورقة عشان اعرف انا وقفت فين والحاجات دي كلها في وجهة نظري يعني لكن في جيل اجدد موجود ما عندوش الثقافة دي بقيت كل حاجة بالنسبان ومتاحة على الايباد بتاعه فعايز النهاردة انه يقرأ الكتاب ده من السكرين اللي هو مساكة فالتحديات اللي بتقابل دور النشر دي النهاردة ايه وبيعملوا ايه عشان يواجبوا التطور اللي بيحصل بص خلينا اقولك هو التحدي قادم قادم يعني عشان نبقى متفقين فكرة ان انا احاول اعمل صوبة زجاجية عشان احافظ على طريقة صناعة قديمة مش هكلمة هتبقى قديمة وهتبقى مستهلكة وتستنفذ كل مرات الصوبة اللي احنا هنحاول نضعها ففكرة الصوبة الزجاجية دي لا تصلح خذي بالك يعني في كورنة 18 كان فيه برضو نفس الازمة دي هل احنا هنحافظ على الكتاب هندخل المطبعة ولا هنحافظ على النساخ كان فيه برضو نفس التحدي ده المطبعة انتصرت في الاخر وكان فيه اجراءات حماية كبيرة جدا لدرجة ان كان فيه فتاوى بتصدر من الشيوخ ان احنا لازم نحافظ على النساخ لانهما بيثابوا على هذا العمل وهذا السواب ونقطع السواب لما نستخدم المطبعة وده ساهم في تأخر الحكبة العربية دي كلها او المنطقة دي سنين لان ده المطبعة قد تشتغلت قبل كده ب3-4 كرون فهذا التحدي قائم قائم وطول الوقت هنعملها انا شايف ان مفهوم دار النشر لازم يتغير دار النشر مش مطبعة دار النشر هي مؤسسة بترعى وتدعم وتروج وتقيم وتعدل ان ارادات احنا مفهوم دار النشر هنا مش بس واحد بيقلف والسامر بيقلف كتاب فروح يدين لدار النشر فدار النشر تروح حطا ما بينه ولفين وتنزيل السوق لا دار النشر مفروض تختار مع العنوية الماركتنج اللي كان بيتعامل او الترويج اللي كان بيتعامل النهاردة كان المكالمة اللي كانت معانا من شوية كان الدكتور بيقول انه النهاردة فيه بنسمع على راديو في العربية الى الان بنتفرج على تلفزيون ونتفرج على منصات انا شايف ان الوسائل الجديدة في تقديم الكتاب وسائل مهمة وانا ككاتب سبقى منحاز طبيعي للكتاب لكن انا كمثقف وكواحد رئيسة للتغيرات الاجتماعية انا سبقى فرحان لما القيمة اللي بيحملها الكتاب دي توصل باي وسيط انا كان سواء بوسيط بي دي ايف او التطبيقات الكتيرة اللي منتشرة عشان تعمل الكتاب ودي بالمناسبة بتتباع وبتدر عائد اكبر لان انا كلما افتح منافذ اكتر كلما سهل للثقافة انا ممكن ادفع ثمن الكتاب وينزلي دلوقتي بدل ما اجيب الكتاب وده وعريف انهي مكتبة واخصص من وقت ساعة او ساعتين عشان انزل المكتبة او انتظر معرض الكتاب عشان كل ده انا شايف اجراءات معطلة ليه تمام انا ممكن ادوز دلوقتي ادفع دلوقتي الكتاب عندي على الموبايل تنظيم ويبقى عندي على الموبايل واستفيد الان خلينا اقولك انا شايف برغم ما يبدو من اتجاه للتقليل من صناعة الكتاب او التقليل من القيمة لكن انا شايف ان الايال الجديدة بتسعى بشكل احنا لن نتخيله للمعلومة وبيقدروا يوصلوا لحاجات جديدة كتيرة جدا احنا ما بيقدرش نوصلها وشايف كمان ان الوسائط الجديدة زي المنصات الدرامية العالمية وبقى فيه ترند عالمي دلوقتي ان يبقى معظم الاعمال الدرامية متاخدة من كتب خليني اعكد في هذا الشأن اواجه التحية للشركة المتحدة السنة لان احنا في الموسم الرمضاني ده في حوالي خمس اعمال ثقافيين كبار متاخدين من كتب وده ما كنا نشوف شوفنا مثلا مسلسل الحشاشين بهذه القصة التاريخية العظيمة وهذا السيناريو المبهر وهذا الاخراج الكبير قدم لي وجبة تاريخية محترمة عايشني في اجواء عصر بقيت شايف بشكل بصري ملابس وسامع مزيكة كل دي وجبة ثقافية كبيرة جدا مسلسل جودر اللي بعته برو مسلسل عالمي بكل معنى الكلمة اللي خلانا نرجع تاني نقرأ الف ليلى وليلة الف ليلى وليلة دي كتاب من امهات الكتب العالمية يعني لو انتي تسأليني بقى هنحتفظ بشيكسبير في تأثير شيكسبير في العالم ولا تأثير الف ليلى وليلة انا بكل صدق هقولك تأثير الف ليلى وليلة اكبر بكل المراحب دينا رواية تانية كتن مهمة جدا في مسلسل امبراطوريتمين اللي بتاخذ عن رواية احصر عبد القدوس عندنا رواية مسلسل بابا جي اللي متأخذ عن رواية كورية عندنا مسلسل عتبات البهجة اللي متأخذ من رواية الكاتب الرمالي عبد جيد عندنا مسلسلات بتحمل قيمة زي مسلسل مليحة ويمكن هذا اللي كان جميل في الأفلام بتاعت زمان أو أنك بتأخذ من روايات قيمة بتعمل منها الفيلم عربي نسخة عربي ونسخة كانت بتبقى إنجليزي وعشان كي كنا بنشوف الأفكار والمؤلفات كان بتبقى فعلا رقية جدا في الأفلام القديمة بالزبط فأنا شايف إنه هو هذه الوسائل الجديدة والاتجاه الجديد اللي خديته لشركة المتحدة فإنها تاخد أعمال مقتبسة من روايات هو محاولة رشيقة ومتميزة لمواكبة هذا الاتجاه العالمي أنا مش بالنسبة لي والكتاب هو المهم لكن الورق مش مهم الورق ده الوسيط مش مهم بالنسبة لي أنا بالنسبة لي المعلومة المعلومة على المساعدة طيب كنت بتتكلم من شوية عن الدور اللي مفروض تقوم به دور النشر ودي نقطة مهمة جدا حاببنا نحن نركز عليها لأنه زي ما أنت ذكرت كده في البداية مش دورها إن أنا أكتب وأقول له خد نشور لي فالشخص ده يا جماعة ده الرجل ده مشهور على السوشيال ميديا وليه متابعين كتيرة فهاتو ننشور له الكتاب بتاعه إيه دور اللي مفروض تقوم به دور النشر في دعم الكاتب أو الكتاب الحقيقيين بص أنا شايف إن دار النشر هي شريك شريك أساسي في الإبداع زي مثلاً أنا هتخيل كده بس إحنا للأسف ما بنعملش المنازنة دي دايما أو بنعملش المكرنة دي دايما الجورنال والصحفي الصحفي هو صانع المحتوى الأساسي لكن في الجورنال هو اللي بيقدم المحتوى هو اللي بيدسك المحتوى هو اللي بيختار العناوين هو اللي بيختار يتحط فين في الموقع أو يتحط فين في الصفحة الأولى أو هكذا وليه الحق فيه إنه مثلاً نبطرح في مجلس التحرير إن إحنا نقول والله إحنا عايزين موضوعات في هذه المناسبة أو عايزين موضوعات تعالج هذا الشعر أنا شايف إن دور النشر لازم تتوجه بهذا التوجه وإنها كلما قدرت تتفاعل بشكل إيجابي مع الكاتب ومع السوق وتقدر تقدم في كل كتاب قيمة معينة هتعمل لنفسها سمعة كبيرة ده هيحميها كمان من الدخلاء يعني أنا شايف إن فكرة دور النشر اللي هما بيقولوا عليها دور النشر بير سلم اللي هو بتدفع فلوس عشان تتشر كتابك آي أن كان المحتوى بتاعه فلوس ينشره لك وحطه لك في كتاب ويرميه في كل حتة شايف إن ده دورها لازم يتقزم بإيه؟ بإن إحنا يبقى عندنا مفهوم جديد لدور النشر يبقى عندنا دور النشر بتحرر مع الكاتب دور النشر بتقترح ربما ده هيخلينا برضو نرجع ونقول مما هتكون دور النشر أنا معاليش أنا كاتب تمام؟ ما ييجي واحد مش كاتب ومش كاتب كبير بالنسبالي مش مثلا إبراهيم عبد جيد مش صنع الله إبراهيم مش مش يقول لي اعمل كذا وكذا هقول لي اعمل أنا آسف تمام؟ انت مين؟ تمام؟ فلازم دور النشر الكبيرة تستعين بقامات كبيرة عشان تعمل الدور ده لو ما عملش ده هيساهم لي في حق ترين في حق الكاتب وفي حق المؤلف وهنبدأ نخلق مجالات جديدة للمؤلفين الكبار إن هم يرعوا أجيال جديدة بشكل دائم ومستمر فتحويل دور النشر إلى مؤسسات نشر ليها هيكل تنظيمي وليها خطوات عمل وليها قايمة كبيرة من المستشارين ده هيقدر يخلي لدور النشر ثقل وسمعة ويقدر يدفع عملية النشر بكل تأكيد السؤال وزيما فيه تحديات مستقبلية بتهدد صناعة النشر والكتاب في وعي كبير لدى الدولة المصرية بقيمة ومكانة الكتاب وأهمية حفظه للأجيال القادمة عشان كده اهتمت الدولة أن يكون عندنا واحدة من أهم وأكبر المكتبات وهي مكتبة مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة يمكن كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال يعني لو زميلي يسمح لي أنا أسفى يمكن فيه موضة كده جديدة مقرقاني جدا وهي السوشيال ميديا مع الكتب فيه الملخصات اللي بتتعامل النهاردة في الكتب على السوشيال ميديا دي حاجة سخيفة جدا يعني النهاردة فين حقوق الملكية الفكرية للمؤلف لأنه احنا بنتكلمش البلوجر انت بتقول ريفيو إيجابي أو سلبي من حقك تقول الكتاب ده حلو يا جماعة روح أو وحش ما تقرهوش لكن لما ألخص الكتاب أنا النهاردة باخد من القارئ النهاردة لما أنا واحد يلخص لي الكتاب أنا زي اللي بيحرق لي فيلم مثلا مش هدخل الفيلم مش هقر الكتاب نقدر نجاهد ده إزاي في الحقيقة أنا مش شايف أن ده يعني ده مش حاجة تستحق المجاهد لأن أنا بشوفه دي وسيلة من وسائل الترويج للكتاب لأن أي كتاب سواء كان عمل إبداعي أو عمل رواقي أو عمل نقدي أو تاريخي أي أن كان الفكرة مش في الملخص يعني احنا برضو لازم نغير زينية الناس اللي بتتلقى مثل هذه المواد الفكرة مش في الملخص أنا لما بشوف مسلسل أجنبي كبير أو فيلم كبير مش هممني قوي اللي هيحصل إيه ما هو في الآخر الخير هينتصر على الشارع يعني 99% الحرام هيتسجن القاتل هي لكن الفكرة بالنسبة لي إزاي هو عمل ده إزاي قدر يوصل من النقطة ألف للنقطة بيه في الكتاب النقدي إزاي هو قدر يشرح الأصيدة إزاي قدر يحللها في الكتاب التاريخي أقدر أشوف الروايات التاريخية متقبلة مع بعض عمل إزاي المؤرخ الفلاني قال إيه ومين هو المؤرخ الفلاني المؤرخ التاني قال إيه وجهة نظر الكاتب ما بين الروايتين ما بين الرواية هذا المؤرخ وهذا المؤرخ هو ده اللي إزاي قدر الكاتب بيسبق كل ده مع بعض هل الكاتب أصلا وجهة نظر في الروايات ولا هو مجرد ناكل يعني للروايات وحطهم جنب بعض هو حفظ ولا فاهم زي بيقول ده الموضوع الكاتب الشعر نفس القصة الصياغة بتاعت القصيدة المجاز الإحساس اللي هيجيني وأنا بقرأ البناء الشعري من البيت الأول لحد البيت الأخير الروايي إزاي قدر يقدم الشخصيات إزاي قدر يتفاعل معاها إزاي قدر يعمل حبكة كل ده بالنسبة لي هو هنا بقى المتعة الأساسية بس للأسف أنا برضو بشاركك الإحساس بالخطورة لأن إحنا الجيل دلوقتي عنده إحساس إيه؟ الدين الملاقص الدين الموضوع الدين بتاع هذا الجيل أنا شايف أن إحنا ما يصاحش أن إحنا نبصله بعين احتكار شوية لأنه هو نفسه بيتطور بشكل مزهل وبيتطور بيعمل قفازات كبيرة جدا 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 في الوعي وده اللي بيخلينا بقى نشوف دلوقتي المحتوى الثقافي بيتطور وبيظهر وبيبقى تنوع إزاي؟ وليه ناس وليه جمهور ده نقطة دي إحنا نحتاج أن نتكلم عنها بالتفصيل خصوصا عصر السرعة زي ما بنقول بالضبط الناس محتاجة ياخدوا المعلومة في كابسولة وهل بالفعل ده أثر على الكتاب والأدباء في كتابة أروايات والقص بحيث أن يكون رتمها سريع زي ما بنقول أكيد بص فيه تأثير كبير جدا أنت تلاحظ الدورتين ثلاثة في معرض الكتاب اللي فاتوا كانوا من أنجح الدورات وكان سواء من حيث المبيعات أو من حيث عدد زوار المعرض وكان موسم ثقافي مهم جدا جدا ليه؟ لأن فيه تطور كبير بيحصل فيه وسائل كثيرة أنت بتقدر تاخد منها المعلومة بتقدر تتنوي عن كتاب في أكتر من ميديا بننتشر الوسائل المختلفة زي البودكاست زي صفحات قنوات اليوتيوب زي المواقع الإلكترونية زي الندوات اللي بتطلع لايف زي التفارات اللي بتحصل فيه عالم النشر من الكتاب يوصل لأرقام مبيعات كبيرة ده بيخلق حالة كبيرة جدا جدا من الزق وجهة نظري أنا شايف أنه طول الوقت طول الوقت هيفضل فيه سلالم للثقافة وناسب في الاستخدام ده إحنا وإحنا صغيرين جدا قالوا لا ما تقررشوا الشاعر الفلاني ده عشان شاعر ضعيف لكنه في الحقيقة هو كان سلمة مهمة جدا لإراية الشعر إنه بيقدم صيغة بسيطة لطيفة لمبتدئ بيعيش مشاعر سهلة مركبة بصياغة سهلة بيقدر يحفظها تناسبه بتقدر يدخلوا هذا العالم أنا عايزهم يدخلوا لو جيت نظر أنا لأ خليهم يدخلوا يدخل كتير جدا جدا يدخل لك 50-60 مليون واحد يفضل منهك معهم مليون أنا كويس أنا ببسوط جدا لإن فيه ناس دخلوا وكده كده هتحصل عملية التراقي هو نفسه لما مشاعره تتطور لما إدراكه ينمو لما وعيه هيبدأ طول الوقت يستقبل مدخلات جديدة هيبدأ هو يتطور فهيوصل لمرحلة الثقافة الرفيعة فهيتزوق لو هي كويسة ويتزوق فني تشكيلي كويس ويتزوق موسيقى كويسة وهكذا ففكرة العصر السرعة ده خطر لو ما وكبناهوش هو وحش لكن لو ما أطعمناهوش هيتحول الوحش مفترس لو أطعمنا هيتحول إلى كائن أسطوري من الثقافة والعلم والفن أنا عجبني قوي إجابتك الإجابية جدا ونظرتك الإجابية للموضوع عجبني جدا خليني بقى سألك السؤال ده واشوف لو أنت هتبقى لسه إجابي فيه ولا لا لأنه بقى أنا بنشوف في عصر الزكاة الاصطناعي النهاردة يعني الحاجات اللي بيحصلها تجينريتين يعني أن أنا أدخل موضوع وممكن يعمل لي كتاب أنا نهاردة هتكلم أو معاك في الجزئية دي هتكلم معاك عن الكتاب نفسه ومش على الكاتب فبقى سهلة قوي أنه أي حد يدخل يجينريت موضوع حتى مش أقول لك كتاب ده بيهدد إزاي الصناعة دي أو صناعة الكتابة الكيم أثر بتاع الموضوع إن إحنا في وحش بيلتهم التعامل القديم مع الثقافة والكتاب تمام في وحش هيلتهم لو ما تورنش القصة في تحدي كبير جدا قدام الوسائل الجديدة اللي إحنا بنشوفها في المجتمع أو التكنولوجيا الجديدة اللي بتحصل زي تكنولوجيا لذكاء الصناعي اللي ممكن تألف لنا بحث تعمل لنا الكتاب تعمل لنا تصور مات ممكن تبني فيلا وتعمل تغطيط للوحة فنية وهكذا لكن أنا شايف إن ده ما بيهددش إلا التعامل العشوائي مع الثقافة لكي التعامل الحقيقي مع الثقافة لا يهدد ليه لإن إحنا لو قدرنا نطور المؤسسات اللي بتصنع الثقافة بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة هنقدر نوقفها عند حدها هدهك من شوية كنت بالكلمية تقول لي إيه دور النشر إيه دور دور النشر الجديد هو ده دور النشر هو ده اللي المفروض تعمله دور النشر لإن أنا لما يجي فرضنا مثلا سوزة بسانت عملة كتاب أنا مش عارف مين سوزة بسانت صح ومرمي على أمازون أو مرمي ده كمان أسوزة بسانت دخلت على تشاد ده على سبيل المثال طبعا دخلت على تشاد جي بي تي قالت أنا عايزة مثلا قصة رعب آه عن وكتب خطين ثلاثة كده في الموضوع فهو رح يجيب لها القصة وكتبها لها طبعا أنا عايزة عنوان مناسب لقصة رعب حط لها طبعا أنا عايزة غلاف مناسب هو ببقى كتاب بالزبط هو ده أنا بقى جتا ناولت هذا الكتاب أو جت بسطة لقيت هذا الكتاب أنا لا عارف مين أسوزة بسانت ولا عارف مين در النشر اللي بتعمل ده تمام فأنا مش هارف مش هارطاه ليه هارف إنه عادة تدوير لأن إحنا خلينا نعترف إن الزكاء الصناعي هو زكاء أوكي في النهاية هو صناعي تمام مش منتج قيمة مش منتج إبداع هو بيعيد تدوير الإبداع اللي عنده ده هيساهم بوجهة نظري إنه هيساهم في فضح الكتاب التفهين أو المزايفين هيساهم في فضحهم لأنه هم بيعملوا كده برضه هم بيعملوا أعادة تدوير فهو مش مبدع حقيقي هينقرد لكن المبدع الحقيقي هينقرد لما ستنعجبني أوي حضرتك قلت دلوقتي إنه لأنه سؤال شازلي مهم جدا فكرة إن أنا أنا عارف منين أصلا عارف منين إنه هل ده كاتب دور النشر فعلا بزبط المؤسسة أنا بقولك هنا لو إحنا ساهمنا فيه أو إحنا أسسنا دور النشر دي باعتبارها مؤسسة كبيرة فهيبقى عندنا تبقى براند كبير هيبقى اسمها له ثقل ولوه وزن هنقدر إحنا نتفاعل مع الحاجات اللي بتطرحها دور النشر سواء حكومية أو خاصة بثقة فهيفضل هنا الإبداع الحقيقي محمي محمي بإيه؟ محمي بمؤسسات بترعاه وبتقدمه بشكل كويس وبتوصله الجمهور بشكل كويس بس المهم جدا في هذه الحلقة حقوق الكاتب مزبوط حقوق الكاتب رقم واحد واثنين وثلاثة لأننا دلوقتي لو أنا استسهلت فكرة إن أنا عايز أي كتابة فأخذها من أي زكاء صناعي أو عايز أي معلومة فأخذها ومعليش فكرة الاحتفاء بالإبداع الحقيقي والتحقيق وصياغ المهمة المبهرة والحبكة الكويسة والكشف اللي بيحصل في بعض الروايات والمجهود اللي بيحصل في تجميع حتى في الروايات التاريخية اللي بنشوفها أو الروايات اللي بتكشف عن أحداث مجهورة لو أنا ما ساهمتش في الاحتفاء بدا ورعاية الكاتب بشكل كبير إحنا بقى إيه هنا اللي بنسلم نفسنا فريسة للوسائل صحيح وده كمان ممكن دور تقوم به دور النشر في مراجعة هذه الكتب وهذه الروايات زي مثلا رسالة الماجستير والدكتورال اللي عنوان بتاعها أي حد بيعمل ماجستير ودكتورال بيروح المكتبة المركزية التابعة لي عشان يراجع لانوان وشوف هذا العنوان حد اتكلم فيه قبل كده ولا لا نفس الموضوع من المهم أن نعمل حاجة زيدي عشان نتأكد بالفعل بأن صاحب هذا الكتاب هو مبدأ وهو مؤلف حقيقي مش مدعي للثقافة والإبداعية على كل منذ بنشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ وائل السمري شرفتنا ونورتنا أشكرك لي وكل سنة يا رب لا احتفل بهذا الاحتفال الجميل إن شاء الله بنشكرك يا فندم مرة تانية